يا أهلا سهلا بكم إن شاء الله الناسي كلها تكون بخير وعافية إن شاء الله تكون عوشيركم مباركة كيما نقول لكم ديما إن شاء الله ولديتكم نجحين فترة امتحانات وفترة هكا غيابات وفترة مشاغل الأم اللي مات وفاش وإن شاء الله مع بعضنا اليوم نحكي وفي مشاغل الأم اللي تنجم تقوم بكل شيء وطلقى أكسوياتين إذيكم فلاشية باش تعمل فيهم برشا حاجات يساعدوها أم تغدوك باش ما تقعدش الواجب بيت متاحها نقص حاجة أول حاجة باش نقول لكم توحش لكم برشا غبت عليكم النهائرين تعرفوا توا امتحانات وسميستر هذي ما فيهش لعب الأم هذي الكلة إن شاء الله تكونوا بجانب أولادكم مهما كان المستوى الدراسي اللي يقرأوا فيه لازمكم مراهو أكا تطلب متع الأم كالكنترول متع الأم مراهو يلزم هذي كهو اللي بيش يخلي ولدك يحس إنه مراقبة أو صغيرة كي ميحسش إنه مراقب مزيل وصغار مهما كان العمر متاحهم ما يحسوش بالمسؤولية دونك نحب ننصحكم وننصح روحي كونوا ديما لجانب أولادكم وبعد تجي الحاجات الأخرى الحاجات الأخرى وقتاش نعملوها كي نلقاوا الفضوة هذي واليوم أنا باش نحكي فكا الساعتين ولا ماكسيموم هما ساعتين تنجم تلقى فضوة هكا في العشية ولا في المغرب تنجم تعمل فيهم برشا حاجات دونك روتين اليوم بداية من بعد الفطور الفطور هذي عملت حاجة زادة سهلة مهلة عملت شربة مفاورة شربة 30 عصفور مفاورة عملتها معكم مرة في فيديو وحدها وعملت معها سلاتة مخالطة اللي الحقيقة سلاتة هذي نصحكم بها اللي بيعوا كل شي صدقوني تطلع أرخص وأبن من التقعة تشيري انت كل حاجة تعملها وحدها اهو كان أنا استخاف بها هي بأنورو نشيري هالكلها ونعملها وهذي هو فطورنا اللي باش نطيب توشي نوياكم آما باش نضوغكم منه هكيا جي شربة جي مهيش متمتمة برشا الخضرة اللي عندكم انا عندي البطاطة نحط فيها كلنا حمص وبطاطة والفلفل وبجيش طيبتها خطر هي بنتها لحقيقة جي بجيش اهوك اللي بنت نجمول وطعملوا فيها سفناري تنجمول وطعملوا فيها برش الخضرة ما احنا توسف ناري هكيا كي نقول وشيرفت ما عادش فيها بطعمة لحقيقة ما عادش فيها حتى بنا هذي هو هاوكا اعطيتكم الدبارة للعشاء انا بعد ما طيبت الفطور اليوم بش نشارك معاكم عندي ساتين بعد ما نطيب الفطور وبعد وقبل ما نمشي نجيب ولدي هكا من القرية هذوكم ديما نحاول نعمل فيهم حاجة اللي ام تغدوي كان نلقاها ومن الحاجات اللي انا طيب بش نعملهم هما التحذيرات الرمزان خاطر قلت لكم مانيش بش نعمل تحذيراته من اليوم حتى اليوم بش نحضره طيب نحكيوه في وسط الفيديو اليوم بالحقيقة بش نعطيكم وصف متى اليوم بالحق ضاع عمرنا واحنا نقليوه في اليوم بنيتا وتشوفوها الوصفة مع بعضنا بش نعملو ستخونات بش نعملو بارشا بارشا حاجات خاطر لحقيقة كي ما وردتكم المرة الفيت ونسيت ما وردتكم شنا كيفش كنجلت شوية فريز شوية اي غلة عندي نعمل منها مثلا عسير واللي قاد لي يقعد لي شي حتى ميتين جرام هذوكم نحطهم في ساشي ونحطهم في الكنجلاتير عندي هنا هذوكم يسموا تحذيرات ونبقاهم اما اليوم بش نعملكم حاجة ولا عملها ولا حاد اليوم بش نحضروا فرينا صحية الرمضان ان شاء الله دونك خذيت خمسمائة جرام القمح هذي القمح اللي بنتعايشين هوني في تاليا وخمسمائة جرام هو الأرز والشعير دونك يا حبة ذاي الشعير تشريوه يبدأ مارون ولون وهكا اللي ذاك هو يبدأ بالقشرة عندي اللي هنا يزيد اشوفين ديما ما يختنيش هنا بش نرحيه وعنا اللوز اللي تومت نجمه تعاوضوه بأي حاجة باركزونبل كي تايبو حلوة لحاجة تروشوها من فوق دونك الحاجات يذو ما كنا عملوهم من توا بالحق رهم بعد في اخر دقيقة هكا في دقيقة تسعين في شقان الفتر تلقى حاجة من عالش عملت حاجة بالسير وعملت حاجة بالشحور تلقى مثلا عندك جلجلين مهروش كاكوية مهروش الوز مهروش الحاسي لو اينا بديت كيما شفتوا الهنية معناها نحية اللي بارتي اللي ما تفيدكمش كيما العادة جبت الماكينة متاعي اللي رحيت بيها رحيت بيها الش قمح بعد رحيت الشعير شوفوا كيفيش تترحم ما شاء الله تبارك الرحمن بالحق حاجة عملتها بيدك ونسيت ما نقول لكمش قبل اي رحية راني عرجتهم دو بليش هكا باش نحي ومنهم حتى شوية شيء اللي يبدأ فيهم دونك واذو ما لكلهم بينسور نرحي شوية ونخليها ترتاح معناها خاطر من زي مهاش تسخن ونعاود نرحي هكاك كمالت الخمسمية جرام متاعي نحطوهم في حكاك وان شاء الله جايتكم الجمعة جاية بيش نبدأ النظم في البلكارات بيسور السناء اللي عندي لمشتريات لحد شيء والله واحد خمام في الحرب يا لبنات بلي عنا باش نشوفوا كيفيش نظموا البلكارات متاعنا ونظموا الكوجينة متاعنا ونكونوا مستعدين ان شاء الله للسيام وان شاء الله ربي يسترنا ويستر البشرية جمعة اي حاجة تخدموها نظفوها بالوقت سينوها تقعد للكركبة وتعاود الخدمة اللي خدمتها في السباحة ذاكة كان نظفت الكوجينة ولا كين نظفت البلكارات متاعك تعاود لك من اول وجديد والهنين نحب نعطيكم نصيحة اللي عندها سبيراتور خفيفة كيت تعمل هكا بالسخطو بالفيرينة ولا حاجة اجبد الاسبيراتور ولمها خير ما تلمها كي كي مراميتها انا توا خاطر هذيك السوق مو كين تحطو في اللافابورة وبعدش ساكرك اللافابور واللي توحلك في المرويد هكا كيتجبدهم فمتوني دونك دي بريفيرونس عليش دي ما نقول لكم ما فيها بس كين عندكم اكل اسبيراتورك الصغيرة هذيك نعملو بها للابناك ولا لديوون ولا جريري تبدأ هي صنفير وتبدأ صغيرة هكا تبدأ كيما المصلحة وهي تبدأ باليد اذيك ازيدة بهي على الاخر بالرغم رايصومها منيش غالي والله انا واحدة من الناس اذي يزيب ننحطها في بالي تلم برشا برشا وتعاون في البلاكارات تتعاون بش تنظف لك الجاز كين عليه الكوزكسي الحاسيل وهذو ما هما الحكاية هذو ما شاريتهم اليكاية كيما قضيكم لمشتريات لحد شي معناها حاتيت فيهم الفيرين اهو كظهرة عندي فيرين تقمح فيرين تشغير فيرين تشوفين وشوية الوز امهاروش دونك من التحذيرات اللي بش نحضرها زيدا انا بش نعمل شوية ديمة انا في اول رمضان نعمل حلويات وفي بيسكسي معناها انا ماشي في تمشي اللي نحي الفيرينة البيضة لكلها بش نعمل البث التجريبة بالحق ونجرب حاجات وهوكا انتوما صحتو الاخوات اللي يحبوا بالحق ينحيوا الفيرينة بش نعمل لكم اليوم كوكيز متع جوز الهند كوكيز متع جوز الهند تاخذ زوز بيض بيضة تاخذ انا حذيت عليها الكريمة وحتيتها على النار دوبة بش كي تولي كيمة العصيدة عرفتو امرو الدوبة لكم النار خاف ترى والعظام يشد لكم دوبة ليش خاتر بالبانة توليكم كيمة العصيدة وبعد نعملوا بيهم الكوكيز معناها تفطرها وتحط فيهم لوزة هذو ما هما نتعديه لليويو اللي هنا يخطر زربني الوقت لبنيت بش نبش نجيب فيرس دونك اليويو سهل ماهل انا نعملوا اللي يبنن اليويو هو الياغورت ناتوريل دونك كاعدتين عظم عليهم فيرينا عليهم زوز مغارف الياغورت طبيعي وزوز مغارف السكر وكشوره متاع قارس هذي هي انا اليويو متاع وبينصور خميرة قاتو تلمها وتحب تخليها شوية ترتاح انا الحقيقة ما خليت هاش بارشال لبنيت خاطر معتشال لبكري وقابل كيس وتعمل لها هذي هي الشكل الاتية دي لليو اهوكا اليويو اعملتو باش صغار كي روحو يعمل القوتي عالش قطيكم ديما خمو كي تعملوا حاجة خمو فيها مش معناها جدتني فكرة نعملها لا لا يزمني نخم فيها وبالمناسبة اخت سألتني على باش تبدل مثلا وجهها من بلاد لبلاد ولا باش نبدل من خدمة الخدمة ولا هي تعرف عليش سألتني بالضبط اه نقول لكم حاجة ديما اعملوا صلاة استخارة اولا ثانيا ما فيما حتى انسان يعرفك الحاجة هي بيكا تصلح بيك ولا ما تصلحش بيك قدك انتي صدقني نجمين اقول لك راني مثلا نعرفك الحاجة ولا عايش فيها عندي يومة دو نعرف اللي فيها ولا ما فيهش اما ما تكونش كما نظرتك انتي ولا اي حاجة حاجة بش نقول هيكم اي طريق ناخذوه في الدنيا ولا اي قرار راهو فيه الاجابي وفيه السلب دونك اللي انشاء الله وانشاء الله ربي يفتحها في وجهك وخيتي وانشاء الله يا ربي في انتمشي تلقى الرزق وذيك هوا لي وليكم والبشرية جمعا كيما شفتو اه مشي التقضي انتي ولقيت فستو شمتاك زي دا دينار اكد دينار اذيك شنو نعملو به نشوفو الحاجة اللي بدينار ونشريها ونعملها ونخبيها نعطي منها شوية للصغيرات والباقي كيما قلت لكم يبديوش ميتين جرام تخبيهم ميتين جرام مع ميتين جرام مع ميتين جرام ميتين جرام إلا هي وليت عندك انتي على قلمة كيما نقول وحنا ديباني راسك هكي الجمعة لولا ولا معناها وقت اللي ما تلقى عندك ما تحط هذي هي الأمهيت قبل الأمهيتين أمي قبل نذكر دي معانا حكت ماتوا والمقارونة والله نحكي بالرسمية بالحق ذو ما هي معناها وكالية ترازي تقولك على ميويت يذي هي على ميويت يواكم تشوفوا الدنيا كيفية اشتوى ولا لا نعرف اللي بنا تقولولي عندكم خلية ناس تشيري وتخبي بالحق ولا لا والله أنا لحقيقة لهنا ماريتش ريت كل شي موجود لحقيقة وماريتش تكون يشيري هكا بلهفة وماريتش الحاسيل وكيما قلت لكم أنا مشي تسبح نقضي لقيت مراني مش نحكي فيها بالحق لقيت هكا عملت شوية طو 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 بشي قد لي قلت خلية ناخذ كيلو قارس نخدمو ونحطو في الكنجيلاتورة هوكا كان تكلية تكلية من هوني قبل الرمضان ما كانش اوكا نخليه الرمضان هذي هي القاعدة متاع وقلت لكم مش جنغمتها تحذيرات بقدر ما هي هي كيما نقولو استباق الاحداث هذي نسميها هي استباق الاحداث وهو كا وريتكم كيفيش أنا القارس بش نعملو السناء اللي فيتامين الكلة بش ناخذهم لاني بش نفاورو لاني بش على فكرة اختي قتلي مرة عملت قارس نفاور من عارش كيفيش قتلي جاي بنين عالاخر تنقللها مرة كيفيش عملتو الحاسيلو القشرة هذي كمتال قارس اذا تغسلوها وتشوفو كيفيش بش نكه القارس تنقلل القارس هكيكا دوبا نحط حتيتو في الماء انا دوبا وبش معناها لنغليه لحتى شي بقشرتو معناها كيفيش نقولو بالقشرة البيضة متاعو مش بالقشرة السفرة هذي كهو بش نرحيه وليو شوفو فين طيبتو يا لبنات صدقوني ضاع عمركي وانتي تقلينا في اليو يوب بالحق بالحق غير عادي هذي 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 يا ديكوفيرت لبنات نحب نقولكم حاجة الهنا راني انا معناها حسب تجربتي وحسب عمري وحسب امكانيتي مش تري حاجة نقول ليه الحاجة ذيك نحب نشرها ليه ليه خطر نعرف اللي الحاجة هذيك بش تفيدني مثلا معناها خطر حاجة مقلية راهي ضرر صافي ليه والصغير وكل شيء حاجة ثانية تعلمك الحقيقة وتعتيك معناها نكهات اخرى طيب واحد يقول يو يو ما عادش نجم يكلو مقلي ما عادش الحقيقة هاو واحد يبدل ويعطي رسات جديدة ويعطي للناس تشري حاجة اتفيدك وتشوفوا انتم يترتزيت بقديش توراهي واذاكم على اقل رطل يو يو يكل على اقل يترتزيت اهوك الحقيقة هذي كنشري حاجة قلت لكم من قبل راني ما نشريش اي ما عادش مش نشري معناها حاجات هكا نشري حاجة اتفيدني هذي ليه اقسمو بالله اللي بنيت خاتر بالحق راني معناها ضقته اه غير عادي وهو مزيل سخون يتفترش سبحان الله راه وغير عادي صدقوني هاني نعمل لكم انا توا في السباح في المونتاج لقعدة حتى كعب اكلوهم 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 ما شاء الله جيوكي من هكا الفور ماكش من جي ازيدا هكا مشقة خاتركش كل دي السبات هذي كيبدا هكا حديد استنيوني في رسات بشكوتو العيد الهناغ بالحق جيد جل مشت جل مش ترى راو صبح راييني غطسو في الحليب جي غير عادي بالحق هذي رسات يو يو في القلايا الهوائية هذي دي كوفيرت بلقيقة نصحكم البنات اللي برشة بنات قالولي عندهم جربوهم برب يقولولي وكتبولي في التعليق وكتبولي الناس في التعليق البنات اللي ما عندكم مش القلايا الهوائية عادي حطوهم في الفور اما ريتوا انا كي سبلت اليو يو معناها وحاليتوا كنتي داية بالزيت معناها مش تعملوهم انتو مساك ساك على الاخر لطن اللي طاب للجيو وانا كيما قلت لكم قاعت ارحيت القارس وبعد حطيتوا يعنيها يتصفى المرة الاولى ونعاود نصفي المرة الثانية انا هكيكا باش يقول لي بير بير هذي هو بير هذي قارس بير باش ننخذ شوية اوتاوه بعد ما رواحت بولدي باش نحط لهم الميراندا اليو كان حاضر وصخون في وقتو معناها تنجم حتى راني حطيتو في القلايا انا وقلت الرايين كي معناها كي تحبز جيست سكر وكهو ربحت الوقت تنجم معناها تعلمو ولادك سخطو كي بدي ولاد دي غسيت سهلين مهلين الحقيقة القلايا الهوائية جربت فيها حاجة ومزلت ما رقيتش لها معناها نجمو قولو ما نجحلش بالقداء التاجين جربت باش نعمل حاجة بالتاجين هكا كي تبدأ عالية ما تطيبهاش بالقداء اما لقيت لها فكرة خدت فرشت في فيديو واحدة تليانية قالت رفهمت دي زيكسسوار القلايا الهوائية بيعهم في امازون هذي هي كانت الميراندا متانة ولا العشاء متانة وهذي هي كانت تحضيراتي الرمضان خاطر شنو عملت انا اول حاجة جربت رسيت رمضان ان شاء الله الصحور وجديدة هي الكوكيز متاع جوز الهند فيني حاجة اعملت الفيرينة متاعي مدار للرمضان ان شاء الله هذي قم خبيتهم الرمضان لحقيقة مانيش بش نمسهم وثيرث حاجة اعملت زيدة الرمضان ينجم هكي يكون معك ويستي هذيك احسن لرهو اه اليو يو هذيك اولا بشكوتو سميوه كي ما تسميوه اما جيد جرمش غير غير عادي والكوكيز ها هو قدامكم ان شاء الله ديما نعطيكم الافكار البيهية ان شاء الله ديما نعطيكم الافكار الصحية اه بالحق الكوكيز متاع جوز الهند ما فيشو حتى جرام سكر هيدا ديما للاخواتي اللي قلولي رانا نتبع فيك على الوسفة الصحية والله حاجة تشرفني على الاخر اللي انا نحاول ديما بش نعطيكم حاجة صحي وهذي القارس ليهو مفور ليهو اه مصموط ليهو حتى شيء كعبة قارس نحيت لها القشرة البرانية على الاخر هكا ونكهت بيها وحاتيتها مع نفس القارس بش تنكهها والباقي مشيت خبيتهم ان شاء الله لبنات الافكار اعجبوكم ان شاء الله وصفية اليوم اعجبوكم ان شاء الله ديما نلوج على الحاجة اللي اضيفلكم وان شاء الله نكون وفقت زيدا اه حاجة واحدة نحب نقول هيكم كونوا ديما بجنبوا ولادكم اعطيوا اولوية لولادكم سختو في القراية اه طوال القراية صعبة 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 على الاخر صرتول هنا والله صعبة اه خاتر هما مزلوا صغار يحبوا اكل حتى راني موجودة معنا حتى راني انتبع فيك ان شاء الله رب يحفظهم لكم اني سلكولا سامحوني هكا كان نغيب بنهار ولا ثمين ما اكثرش ونجيبكم فيديو والله غالب تعرفوني اينا اولويتي راهي ولادي وسلم انتلقى في فيديو اخر